السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين أهلا وسهلا جريد وان معكم مسهالة سعيد ومازلنا مستمرين في كونكت بلاس وإحنا دلوقتي في يونت فور الوحدة الرابعة عندنا بارت وان انت تو جزء الأول والتاني لتس ستارت يلا نبدأ فارم 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 مزرعة فارم فارم دك 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 اللي هي البطة طبعا المنقار بتاحها بيك 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 الأجنحة وينكس 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 دك بطة دك دك بيك مقار بيك بيك وينكس وينكس أجنحة هورس 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 حصان تيل 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 ديل تو كاو 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 البقرة القرون انتلورز انتلورز hinter之 انتلورز انتلورز لغز لوغز اللغز الارغل legs اللغز Gliz الديل فرخة أو دجاجة يأكل يسبح يجري بوش بوش شغيرة بوشز 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 شغيرات بوشز وراقة وustain أوراق الشغيرة TREE شجرة تريز أو الأشجار تريز وردة أو زهرة فلاور حشائش أو زرع فلاور حقل قش أو تبن خروف معزة طبعا المعزة فيها إيه قرون تيل يعني عندها إيه لديها إيه ديل قصير short tail تمام and four legs four legs four legs bird flies in the sky a bird يعني الطائر أو العصفور flies 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 in the sky يعني يطير في السماء a bird flies in the sky يعني إيه يعني الطير يطير fly يطير زودناها شلنا ال y وحطينا O-E-S ليه لإني هنا قتلنا مفرد C يطير في السماء black black white 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 colors 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 gray 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 water 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 brown hair brown hair brown pretty 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 جميلة pretty forest 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 غابة forest إحنا من بدري خدنا a bird flies in the sky يعني إيه على العصفور يطير في السماء حولنا fly إلى flies عملنا إيه شلنا ال y واضفنا I-E-S ليه لإني كنا بنتكلموا على عصفور واحد طيب في حالة إنهم يبقى أكتر من العصفور plural جمع birds fly in the sky عشان هنا جمع قلنا fly بدون أي ضغفة نزلناها الفعل fly يطير جلنا مصدر infinitive قلنا birds fly in the sky يعني العصفير تطير في السماء ممكن بردو نقوله they fly in the sky نفس birds fly in the sky underline the correct words in brackets يعني إيه ضع خط تحت الإجابة الصحيحة لما بين الأقواس الأقواس ولكن هنا إحنا ما عملناش underline إحنا هنا عملنا circle ماشي؟ طيب هنا مبدئيا عايزين نعرفه الضمائر اللي هي pronounce الـ I will we والـ they will you يجي بعدها infinitive الفعل ينزل زي ما هو لكن الهي والشي والإت بزود إس أو إي إس أو آي إي إس هنا بيقول لي إت إت ران ولا رانز in the field تمام؟ طيب هنا إت إحنا عارفين اللي هي والشي والإت الفعل بياخد إس أو إي إس أو آي إي إس يبقى أنا حقول رانز يبقى إت رانز إت رانز in the field تمام؟ إن هي تجري فين في الحقل number two بقول إيت إيتس ولا إيت جراس يعني تأكل الحشائش تمام؟ أو إيه أو الأعشاب اللي هي الحشائش هنا تمام؟ طيب هنا بيقول لي إت إيتس جراس ليه لأن إحنا عارفين اللي هي والشي والإت الفعل بياخد إس تمام؟ نابر ثري بيقول لي إت فلاي ولا فلايز in the sky تتشير في السماء إت بتاخد إيه الفرب بفي إس طبعا هنا فلاي حدفنا الواي وحطينا بدلها آي إي إس بقت إت فلايز in the sky إت فلايز in the sky نابر فور إت سويمس ولا سويم in the river في النهر يعني يسبح في النهر هنقولو إيه إت سويمس بزود إس تمام؟ إزودناها إس بإت سويمس in the river نابر فايف بيقول لي إت ليف ولا ليفز on the farm يعني تسكن في المزرعة هنقولو إيه إت ليفز on the farm إت ليفز on the farm هنا بيقول look at the pictures يعني أنزل للصور and complete with عايزنا نكمل بإيه كلمة trees أشجار bush شجيرة flowers اللي هو زهور أورود with grass اللي هو إيه الحشائش تمام؟ طيب هنا number one بيقول لي the نقط are tall طويلة يبقى the trees are tall the trees are tall number two the bush is small the bush is small يعني الشجيرة ما لها؟ الشجيرة هي the flowers are pretty يعني الزهور جميلة the flowers are pretty لو كانت الفلاور لوحدة كنا قلنا is pretty لكن هنا عشان بلورون جمع قلنا the flowers are pretty number four we play on the on the grass we play يعني نحن نلعب on the grass okay unscramble الكلمات في number one live trees birds in هقول birds live in trees birds جات لنا هنا الطيور مدموع عشان كده قلنا live ما قلناش leaves قلنا live live يعني تعيش in trees اللي هو فيه الأشجار birds live in trees تمام؟ هنا مدينا number two eats a grass goat هقول a goat eats grass the goat lives on the farm the goat lives on the farm يعني المعزة تعيش فين؟ في المزرعة it eats hay يعني ايه؟ يعني تأكل القش أو التبن the goat lives on the farm it eats hay the cow eats grass the cow eats grass تأكل الحشاش number three the fish swims in the water the fish السمكة swims تعوم أو تسبح in the water the horse الحصان runs in the field يعني يقري في الحقل the horse runs in the field the bird flies in the sky the bird العصفور flies in the sky يطير في السماء ان شاء الله تكون حلقتنا خفيفة عليكم وتكون استفدتم منها ما تنسوش اللايك وشير وصابسكرايب عشان يصلكوا كل جديد مع السلامة good bye